تعال على ما نعمل الكلام ده كله تعال نسوي الايه الاوالب بتاع البتنجان بتاعتي عندي البتنجان العروس غسلته ونشفته عشان اعمل اوالب البتنجان زي ما انت شاف كده قدامك جبت بتنجان عروس غسلته ونشفته وروحت جاي اطعى بالتسوي كده وروح جاي عاملاله كعب كده زي ما انت شاف قدامك كده عشان تقف عليه يا استاذ وليد. هلو. صباح الفل يا كابتب. يا وليد. وقط التلفزيون بعد اذنك يا وليد عشان تعرف تتواصل معي. تحت تحت امرك يا وليد حاولت اتصل تاني. واروح عملاله كعب كده. عشان اسويهم في الفرن. خد يبالك مترك. اروح جايب البيركس بتاعي. خطواتك كده كلها قدامك اهو. واروح رصهم كده. جنب بعضيهم. واروح جايبة شوية ملح. خشن. شوية ملح خشن. فوق كده. واتبالك متركة اهو. عشان لسه هنشيل القلب ده ونضيفه معه الحشو اللي احنا هنعمل. متركة المهمة بقى شوية من زيت الزيتون او زيت دورة. استاذ اشرف. استاذ عم حسن. صباح الفل عم اشرف. ازاي كيجيب حسن ازاي. نهارك اشت عم اشرف. انا من ساعة ما جيت انت الحياة وانا مش عارف اكلمك بقى صعبة للصلاة شوية. لا يا حبيبي احنا تحت امرك تحت امرك. فاني اخليك ازاي كيجيب حسن او زيت صحيتك وانت عمل ايه. زي الفل حاجة اشرف نهارك اشت عم اشرف. الف المجروج عليك الاول كمارات الحياة الجديدة وكل الطقم بتاع الحياة ليه تحياتي وابقتي سلامي الاخوية اصوار مرضونا. يا لاب دايم الحاجة اشرف بيبس عليك يا مرن. تحت امرك يا حاجة اشرف. ربنا اشليك اشوف حسن. صباح الفل اللي سلمنا على الاسرة الكريمة والاولاد والمدام. صباح الفل. بص الرزس عابيقولك يا تركاتو يا تفاصيل بتاع الخضار. قدامك اول ما تشرب كده عشان تستمتعي بالتركات والحركات بتديلهم علاقتين تانم الزبدة. كده عليه كده ها? تسيبهم يا تركاتك يا حركاتك يا تكاتك يا عم ياسي. يا تفاصيلك اقفل عليه. وهدي النار خالص للنص. قدامك يا للنص على طول. وارجع تاني للفراخ التايلانج. قدامك كل حاجة بص تعال اشوف التركات والتفاصيل والكسابة بتاعت الصص. كل التفاصيل قدامك اول ما تستوي شوية من البقدونس المفروم عند التقديم. قدامك التفاصيل ده هتقفل عليها دقيقة يا عم حسن? اربعين دقيقة عشان تكسف الصص بتاعها كده. بس التركة المهمة بعد ما تغلي كويس حضرتك تقفضي النار بتاعك للنص. الاوارب بتاعتي بتاعت البتنجان جبت البتنجان على روز غسلته ونشفته اديته ملح خشن وديته زيت زيتون او زيت درة وتعال ازقه في الفرن هنا واحدة واحدة كده قدامك ها. زي ما انت يا شايف كده ادي ايه بتنجان العروس لاتنين فتحناهم ودناهم ملح خشن وزيل زيتون وقابلناهم. تعالا بقى ناخد الحشو بتاعها عشان نبدأ نسويه. الحشو بتاعها عبارة عن ايه عم حسن? عبارة. الحشو بتاع الاوارب عشان يكون بارد. لحد ما يطلع اللي موجود عندي. ارفع هنا الفراخ واجيب ده هنا مكانه. عشان نبدأ نعمل الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا زي ما انت شايف كده قدامك. احط له ايه حسن? الحشو بتاع الاوارب. بحط له عندي. بجيب بصلتين. وبجيب عندي معلقة من الزيت. عشان ادبلها فيها. واحدة واحدة كده مع بعض. احط البصل بتاعي يدبل. والفراخ عندي بتأثر والرز بيتشرب. بعد ما ضفت له ايه عم ياسر? بعد ما ضفت له معلقتين من الزبدة عشان يديني الطعم ويبقى شايني عندك وزي الفل. خطواتك كده كلها قدامك. مفيش حاجة. نقصة قدامك. عملنا بعد الانجليش كيك الطار اللي احنا عملناها بالزيت بتفاصيله وحركاته. وتكاته مبارح. بدأنا نعمل مع بعض اوارب بتنجان. وهحشيها حشو جميل هينفعك. واتفقنا اوارب بتنجان دي معمولة. ان نتلم كل حاجة فضل عندك وتحشي بال بتنجان وتعمل بها واجبة. استاذا نادا. ازيك يا استاذ شيف حسن هانا? صباح الفل يا استاذتنا صباح الفل. صباح النور عليك. متشكرين قوي على الاكلات الجميلة اللي انت بتعملها. الشكر الربنا. بتابع حلقاتك وبحبك جدا. ده شرف لنا واستاذا نادا ده شرف لنا يا فن. تحت عمر. كنت بس بعد اذنك يا شيف حسن كنت عايز بسألك سؤال. اتفضل يا هانا. اه انا على طول بعمل الكيكة بتاعتي الطريقة الكيكة اللي هي العادية خالص. اه. بحطها في الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. اه. بتطلع مني من من النص كده معجنة كده شوية. بصي احنا اتفاقنا احنا عاملين لك حاجة اسمها فضج كيك. الفضج كيك ده مش محتاج معجن ولا محتاج اي حاجة. تقدري تعمليه في الخلاط بتاعك او على ايدك. هقول لك مقديره بالراحة تعمليه فانيليا او شوكولاتة وهيطلع معاك زي الفل ومش محتاج في الفرن في مروحة وما فيش مروحة. بنجيب خمس بيضات وكبايتين سكر وزارة فانيليا. بتدوب السكر كويس قوي مع البيض والفانيليا. بعد ما تدوب السكر قوي خالص وتأكيد ان السكر ده مع البيض والفانيليا بتنزيل بكباية من الزيت والدرة. تتجانس كل الخليط ده على ايدك او في مكان او في خلاط. بس لو في خلاط بعد ما تضرب السكر وتضرب البيض وبعد كده الزيت والفانيليا تحطيه فوعاء وتضيف عليهم الدقيق وتضيف عليهم المية البرد المية الدافية برة. وبعد كده كوبايتين من الدقيق مع نص معلقة من البيكن باودر مع زرة من الملح هتضيفهم على الزيت والبيض والسكر والفانيليا وبعد ما تبقى عجينة تقيلة تحليها بمية دافية. دي لو انت عايزها فانيليا الفاتش فانيليا. لو عايزها شوكولات بتشلي معلقة من كوبايتين. الدقيق وبتضيف معلقة كايكاو. وتقلب الخليط دي بانسيها بيميجوليوم. كيكا دسمة لانها فيها زيت او سمنة دي دي كيكا دسمة. بتصبيها بفرمتين مقاس اتنين وعشرين دهنا ومادة دونية وبطناهم دقيق. دخليهم الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. لمدة خمسة وتلاتين دقيقة. الفرن في مروحة ما فيش مروحة يفتع معاكي زي الفل. تقدمي مع مشروب بارد او سخن لولادك زي ما انت شايف كده قدام. هنا عندنا زي ما انت شايف كده قدامك الفراخ الطيلاندي. الرز ختم. الحشو بتاع الاوارب بتاعة البتنجان. بعد ما رشيتها الزيت وملح خشر ودخلتها الفرن على درجة حرامتين بعمل لها الحشو عشان يكون بارد. الحشو زي ما انت شايف كده استاذي عبارة عن مادة دهنية. عن بصل بقى شفاف كده. فصين توم. عود كرات. ودبل السلاسي ده مع بعض. المادة الدهنية البصل التوم الكرات كل ده يتدبل مع بعض. اتفقنا بقى عندي لانشن عندي تركي عندي بسترمة عندي اي حاجة فضلة. واجي شوية رز ومسلوقين عندي طماطمتين عندي ده الحشو بتاعنا. بعد كده ندي لها جبنا برميزان جبنا رومي جبنا آآ موزاريلا جبنا شيدر اللي عندي بديها غطى من فوق. الفكرة معمولة عشان تنظفي تلكتك اخر الاسبوع. فاعمل الحشو ده شوف ايه الموجود عندك. انا حاطط لك هنا زي ما انت شايفة كده لانشن وتماطم ورز مسلوق. شوف ايه اللي فضل عندك شوية رز بشعرية حطيهم. شوية مكرونة مسلوقين حطيهم. ما توقفيش على خد الفكرة ووظفيها للحاجة اللي فضلة عندك في التلاجة تعملي بها صنف للولاد وفي نفس الوقت تقليل التكلفة. وبرضو الحاجة تطلع معاك حلوة. بعد ما عملنا في اول فاصل وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم الرز الخضار بالتريكات وحركات شوف حسن. والفراخ التايلاندي. وبدأنا نركب اوارب البيتنجام بنقول التريكات والحركات لا نسعى انتظروني. تعال نكمل عملنا الفراخ التايلاندي وعملنا الرز بالخضار بتفاصيله وحركاته. وفي نفس الوقت عملنا البتنجان ودخلنا الفرن استوي. الفرن قدامك اهو. حطيت عليه ملح وزيت. وبعد ما قطعته اتنين ونشفته. عشان هابدأ افراغه زي ما انت شايفة كده قدامك اهو. اسيبه اربعين دقيقة على درجة حرامتين. وانا كده قبل ما اطلع فاصل علقت على الحشو بتاعه. حشو بتاعه حطيت مادة هونية حطيتهم حطيت كرات. بعد كده عندي لانشون بسترمة اي حاجة عندي. قلنا الفكرة ان انت تخديها توظفيها للحاجات اللي فاضلة عندك. وكمان طمطمطين لحم بدون جلد وبدون مزر. وشوية منين البقدونس. واروح حطها كوباية رز مسلوقة او بشعرية او اي حاجة. وفي نفس الوقت كمان عندي مكارونا. احط مكارونا. اللي عندي مقابش عليها. اقلبها هنا على النار دي لحد ما جهزها. ترك المهمة ان انا جهز ده واسيبها تبرد. عشان ايه? لسه هدفلها الجبنة. انا عايز الجبنة تشيح فين? عايز الجبنة تشيح في الفرن. ليه? هقدها جبنة شيدر جبنة موزرلة جبنة رومي. مقابش على حد. قلنا الفكرة بتاعت البيتزا او الكريب او اوارب البتنجان دي عشان حضرتك تلمي الحاجات اللي فاضلة عندك في التلاجة كلها. اهم حاجة تدبيل البصل او التومة مع الكرات. وبعد كده اللانشون او البسترمة او المكارونا او الرز. والطماطم مش محتاج غير الننتي بس تشبعيه كده. تعال ناخده نحطه فوعاء ونسيبه يبرد على ما يطلع البتنجان من الفرن. خطواتك كده كلها قدامك. قدامك الاوارب بتاعت ايه بتاعت البتنجان بعد ما سوى تاربعين دقيقة بعد ما رشتها الملح وزيت الزيتون او زيت درة. بفرغها زي ما انت شايفة كده بالمعلقة. وبحط الكلام ده كله مع بعض. واتأكد ان الارب بتاعي زي ما انت شايفة كده فاضي. خالص. اروح جايبة الحشو بتاعي ده مكسرة. كويس. واضيفه على الخلطة اللي انا عملها. خد يبالك من التركات اهو. واضيفه على الخلطة اللي انا عملها. في الاسناء دي قدرت وصله من عانا. من خلال صفحة القناة الحقيقة على الفيسبوك. او من خلال اي رقم تلفون اردي على تمانية وتلاتين خمسة خمسة زيرو زيرو واحد سبعة من جميع عن حياء جمهورية مصر العلابية وجميع عن حياء العالم مع زيادة في بفتاح فتح مصر. تعال نحط على الخلطة دي يا استاذي. واقلبهم مع بعض. يبقى عندك حشواتك وعندك اي نوع من الجبن. بعد ما تدخليهم مع بعضك كده اخد يبالك بقى كل حشواتك. الرز او الماكارونا. البستورما او اللانشون او التوركي. اي حاجة فضلة عندك تحطيها ما توقفيش. اهم حاجة تعملوا الاساس. البصلاية مع عود كرات. مع فاص طوم. والطعاميهم بيها وتدولها بوهارات. تعال اجيب بايريكس عشان ادخلهم الفرن. النقطة المهمة بقى لازم الحشو ده اضغط عليه. الحشو ده كده زي ما انت شايف اضغط عليه كده. زي ما انت شايف كده قدامك اهو. زي ما انت شايف كده. علي. واضغط كده عشان ما يستوي بيهبط. زي ما انت شايفت كده اهو سويه كده. وعلي. تمام? يا ادي كده اهو البايريكس بتاعي. ادي البايريكس بتاعي. خطواتك كلها قدامك اهو. اهم حاجة اعمل الحاجة بمزاج. عشان كل حاجة في الاخر تطلع. زي اللي انت شايف اهو. كل الحشوات اللي عندك حطيها وقلب البتنجان. طلعيه فرومي وضفيه عليها عشان تستمتعي باحلى اوارب بتنجان بتريكات وحركات الشيف حاسب. زي ما انت شايف كده. اهم حاجة تضغطي عليها. قدامك. لسه هندي له اي نوع من الجبنة. شيدر. رومي. برميزان. موزة ريلا. اللي عندك ما تقفيش. عشان تستمتعي بكل تريكاتك وحركاتك. وبعد كده هنعملك الفطيرة الفراخ بالقرفة. الفراخ بالقرفة حسن اه هتستمتعي بالفطيرة دي. لفة جلاش. صنية نظيفة ونشفة. كوباية مادة دهنية ثمنة. وبعد كده هنعمل التفاصيل كلها قدامك. يا حاجة مرفت. يا اهلا يا اهلا يا ملك. صباح الصباح يا حاجة صباح الفل عليك تسلم ايدك وعنيك. ربنا يخليك يا حاجة مرفت. حاجة روع روع انا عملتي كيكة من دمن الكيكات لاني هعمل كل يوم واحدة حاجة بقى مش معقول مش معقول تسلم ايدك وعنيك. ملهنة والشفة يا حاجة مرفة. والله يخليك. وتحييل عائلة حضرتك وعائلة شبار. الله يخليك ربنا يخليك. ربنا يخليك. عليها ومحمد والحاجة وكلكم بخير يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. امين يا رب. شوف حسن عايزة اقول للرئيس حمد الله بالسلامة. حمد الله على الف سلامته. نورت وعايزة اقول للسعب المصر العظيم. انت دايما عظيم وازبت عمل ملحمة مبارس حب مصر. بسم الله مشاء الله. بسم الله مشاء الله. كانت المنصة رائعة رائعة رائعة. خمسة وخميسة خمسة وخميسة خمسة وخميسة. تحت عمرك حاجة مرفت وتحييتك بنوصلها من الهوى بتاع القناة الحياة طبعا لبرنامج اكلات وتكات الشيف حاسم. اتفقنا اي جبنا بقى. جبنا شيدر عندك خطي بتاعة السنوشان بتاع الاولاد. وجبنا رومي قديمة حطي برميزان حطي متزرالة حطي. انا اطعامها الاول بيجبنا رومي قديمة عشان استمتع بيها. وجبنا برميزان كمان عشان استمتع اكتر لو الحالة حلوة. وعند جبنا برميزان ما توقفيش على حاجة. خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده عشان تعمل جرتان بديها الجبنة بتاعة المتزرالة بتاعة البلزة بتاعتي. قدامك التفاصيل اهو. واخد يبالك العلو ده لا يا حسن عشان اتفقنا ان كل الاكل بعد ما يستوي في الفرن قدامك كده. تعالك كده هو. رشة اخيرة برميزان عشان اتدلع. وبعد كده تعال ندق زقها في الفرن. على ما وريك بقى التفاصيل والحركات والتكات هتستوي قدامك. وهعمل لها وهعمل لها قارب من الالمونيوم فويل قدامك التفاصيل اهو. بعد كده هنعمل لها قارب الالمونيوم فويل عشان تحطيلي ولادك في كل واحد طبق واحدة منها. لكنها حماماية قدامه. يعني هتعملي قارب من الالمونيوم فويل بالهيد بتاع الوزة وتخطيها فيها تقدمها فيها.